طيب معلش احنا خلصنا المية كلمنا فيها وكلمنا عن مشروعاتها كلها وإحنا بس بنختار في الأرض حذيك قلت إن كل الأرض صالحة للزراع هل كل الأراضي الصحراوية صالحة للزراع لو ضفناها مثلاً مجموعة من العناصر ولا فيه أراضي بيكون بالفعل سهل للزراع فيها لأ بص هي الأراضي الصحراوية هي أراضي بتعتبر أراضي فقيرة وضعيفة فأنا لازم أعمل ما ما فيهاش معادي ما فيهاش عناصر طبعاً هي أراضي معظمها أراضي ضعيفة فأنت الإدارة الزراعية لهذه الأراضي من خلال منظومة التغذية ومنظومة التسبيل مع نظم الرأي الحديثة تقدر تضيف كل الاحتياجات لك هي بتعتبر كل الأراضي الصحراوية الرملية هي أراضي فقيرة أما الأراضي الطينية الأراضي الرسوية فهي أراضي غنية لأن التكوين الأنصر بتاعها والجيولوجي هي أراضي من نواتك تعريح فطبعاً وطامي النيل وكل الأمور دي بتبقى لموجودة فدي بتبقى أراضي غنية فعنا صيرها وبالتالي حجم احتياجاتها من العناصر والإمداد يعني مش بتحتاج كتير لكن لازم الأراضي الصحراوية ومن هنا طيب التنسيق اللي حصل ووضع خطة كده إيه اللي يتزرع فين ده ساهم في إن إحنا نعرف نستخدم مواردنا المائية كويس نعرف نحسن من جودة المحاصيل نعرف إن إحنا نطلع أفضل إنتاجية ممكنة بتأكيد بتأكيد بتعمل الخطة دي ما بتيجي تعمل المشروع بتقول أنت الهدف إيه من المشروع يعني أنت ما بتعمل لك تخطيط مشروع يعني إحنا لما بنقول النهاردة تشكة أو بنقول شرق العوينات أو بنقول الدلتة الجديدة طب الدلتة الجديدة أنت حطها فين الموقع بتاعها فين إيه المحاصيل اللي ممكن تزرعيها وتطلعيها فأنت مكان قريب يعني أنا مش هزرع تشكة خضار وطلعه عشان أصدره لأن المسافة بعيدة لكن لما جزرع الدلتة الجديدة هزرع خضار هزرع فكهة هزرع زور زينة كل الكلام ده تقدر تطلع من المنطقة لأنه أنت عنك بطربرج العرب وعندك الشحن البحري فهنا التخطيط ده أنا بحط خطة أنا عايز إيه؟ أنا عندي خريطة لازم أعمل احتياجاتي من محاصيل السراجعية أنا عندي محاصيل حبوب إيه محاصيل حبوب اللي أنا عايزها؟ عايز أمح وعايز دورة أمح شتوي دورة صيفي عايز محاصيل أعلاف عشان زي كان عندي إنتاج حيواني والأمح والدورة أصلا دورتك بدخولوا النخالة بتاعتهم في الأعلاق النهاردة عايز ما حاصيل زيوت عايز ما حاصيل سكر طب أنا عندي مصانع السكر فين؟ حالة النهاردة أنا هزرعتوش كبانجر ولا أزرع النهاردة غرب الدلتة بانجر عشان أنا عندي المنطقة الشمالية فيها البانجر مشروع غرب غرب المينيا ربعمائة ألف فدان عملت مصنع للبانجر في هذا الكلام فلازم تبقي أنت عندك الخريطة احتياجات من المحاصيل مرتبطة بالتصنيع أو مرتبطة باحتياجات فعلية أو مرتبطة بالتصدير يمكن النهاردة البطاطس زي ما احنا شوفنا في شرق الأوانات عمل مصنع للبطاطس عمل مصنع البطاطس ليه؟ وتلاجات لأن عما البطاطس تروح ويتيجي وتتنقل فارفع القيمة المضافة لأن أنا ما ينفعش أن الكيلو بطاطس بعشر جنيه واجيبه هنا وفي نفس الوقت فلازم ما صنعه بقى حرفعه الكيلو هتباع مجهز بسبعين جنيه وده نقطة مهمة جدا هنتكلم فيها بعد الفاصل فكرة أنه هذه الأراضي اللي بيتم استصلاحها إزاي بتخلق مجتمعات جديدة مجتمعات متكملة تصلح كمان للحياة والناس تنتقل عشان تكون موجودة في هذه الأماكن فيها بقى زراعة وتصنيع وكل حيات